قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو إن اتفاق إلغاء تأشيرة الدخول بين بغداد وأنقرة لم يفعل بسبب ظروف العراق الأخيرة مضيحا إنه لا أهمية للفيزا وستعمل بلاده على إلغائها قريبا شاويش أغلو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين في أنقرة كشف عن قرب عقد قمة اقتصادية في العراق إلى جانب تكثيف الزيارات بين البلدين من جانبه قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن موقف بغداد ثابت برفض استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أي منظمة ضد أي دولة أخرى